من جهتي أكد المستشار أسامة العصفور الأمين العام لمجلس الشورى خلال مداخلة العمر سكايب في نشرة سابقة أكد على أهمية تواصل المجالس التشريعية مع مؤسسات التعليم العالي والتي تهدف إلى تعزيز الثقافة البرلمانية والقانونية لطلبة الجامعات انطلقت فكرة هذه الندوة الحوارية بتوجيات من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وتفعيل الاكتفاقية التعاون الموقعة بين مجلس الشورى وجامعة البحرين في إطار الحرص المشترك والتعريف بأبعاد وأداف القوانين الحديثة المتعلقة بالشأن الاقتصادي والمالي في مملكة البحرين وقد تضمنت الندوة ثلاث ورش عمل شملت قراءة في قانون العمل في ضوء خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين إلى جانب حجية السجلات الالكترونية في الإثبات بين النص والتطبيق وأثاره في تعزيز المعاملات الاقتصادية فضلا عن دور الوساطة في التنمية الاقتصادية فيما شادت الندوة حضور عدد من المسؤولين في الجادة الرسمية والأهلية إلى جانب مشاركة أصحاب السعادة عضاء مجلس الشورى والنواب وعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة البحرين إلى جانب الطلبة والمهتمين بالشأن التشريعي والقانوني ترجمة نانسي قنقر